موسيقى حرصا من وزارة الداخلية على دعم ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم قررت الوزارة مدى فعاليات المرحلة السالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير من خلال الاستمرار في توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% في السلاسل التجارية والمنافذ والشوادر المشاركة فيها على مستوى الجمهورية نحن لدينا الشرف أن نحن مشاركين في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية صيد الرئيس السلع كلها متوفرة عندنا لا استراتيجية ولا استراتيجية الغذائية ولا غذائية نحاول أن نكون أحد أدوات الدولة في توفير السلع الاستراتيجية في المواطن البسيط موفرين كل كميات السلع الاستراتيجية بأحسن أسعار بحيط بأشكر رئيسيات الرئيس جداً على المبادرة الجميلة اللي هو عمالها دي وإن شاء الله دي مش أول مرة أن احنا نيجي هنا وأن تكون الحاجات كلها موجودة ومتوفرة بكميات كبيرة الأسعار كلها يعني فيها تخفيضات وكل السلع متوفرة بس معني في حاجات مش موجودة لا أنا باجي إن شاء الله كميات موجودة جداً كتيراً جداً والحاجات كلها كويسة الحمد لله مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمرها الوزارة ومن خلال منظومة أمان حرصت على توفير السلع بكافة أنواعها بخاصة أساسية منها عبر منافذها السابتة والمتحركة المنتشرة بكافة المحافظات بتخفيضات كبيرة في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاة تما تم ضخ كميات إضافية من السلع عبر المنافذ المتحركة للمنظومة المنتشرة بكافة الشوارع والميادين بالمحافظات لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين من التخفيضات على السلع المطروحة وهو ما لاقى إشادة كبيرة منهم إحنا معك يا رايف متشكرين جدا 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 الله يبارك لك ويخليك يا رب الراجل ده يستهل السلامة بمعنة الكلمة كفاية أنه هو حزب الشعب وربنا يبارك له المبادرة جميلة جدا جدا وأسعار الرز جميلة كويس أوله ب13 جنيه كل حاجة تمام تمام وفي تخفيضات تنزل من كلنا واحد وربنا يبارك لنا في الرائز إحنا بجد بنشكوره جدا بجد على الدعم اللي هو عاملهن لأن بجد الموضوع بقى زايد قوي في الأسعار فالمبادرات دي هي اللي عمل التخفيض في الأسعار أنا اللي دايما ببقى واقف لي كسد ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك أنا اللي عمري ما يوم ضعفت عزنتي صخر وكتبت اسمي كل فخر شهدت منافذ منظومة أمان المتحركة بالمحافظات إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع الأساسية بالتخفيضات المعلن عنها في ضوء السعي الدائم من وزارة الداخلية لدعمهم في ظل المتغيرات التي تؤثر على أسعار السلع سعر روز 13 جنيه حاجة كويسة جدا جدا يعني أقلم من برة بكتير يعني أول مرش بالسعر ده بصراحة والحمد لله مطواصر أهو وقال لي خود اللي انت عايزه يبريك له ويخفض لنا الأسعار أهوك بالمنافس ديك دعنا من حبك يا رايس وربنا تخليك لماشر وربنا تخليك لنازل غلاقك ربنا يجزي خير وربنا يصير دنيا وآخرة أنا اللي عمري ما يوم ضعف تعزمتي صغر وكتب بإسمي كل فخر في كل صبحة من كتابك باترة بتاعة الرئيس مية مية بتاعة عفتاح السيسي مية مية ربنا يقلول لنا للقلابة مش بعشرين بتلتنجر دنيا على العربيات كل حدة فيها عربيات الدنيا هو يقول لكم لا غلط وكده لا بس هو منازل أسعار حلوة تتكامل جهود وزارة الداخلية الاجتماعية مع جهودها الأمنية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفضات كبيرة وبجودة عالية وبكميات تلبي متطلباتهم بأقل تقلفة ممكنة حاسس بالنار وحنا لنا غير الرئيس ربنا يبركننا فيه ربنا يخليك لنا رئيس